اشتركوا في القناة مدام عمل بالبداية على السريع دائما نحب قبل ما نبلش نحكي عن الوضع اللي نحن فيه نعطي هيك لمحة سريعة عن أفال أفال هي جمعية أسست من 76 يعني رافقت كل الحروب من أولا لهلا للأسف بتهتموا بتاعنا بالأطفال يلي عندهم صعوبات تعلمين عبر مدرسة متخصصة لقلن بتأمن لهم المتابعة الفردية المتخصصة وبتاعنا بالأطفال يلي هني عرضة للعنف والإساءة من العائلة ومن المجتمع يعني نحن هدفنا هو حماية وبزيت الوقت وقائي لكل الأطفال عندهم صعوبات ومعرضين للخطر والإنحراف وغيرها من المخاطر ممكن يكونوا عم بعشوها داخل أسرهم وداخل البيئة وأنا عزيك الأطفال هني يعني عايشين بالمركز أو أنتوا كنتوا تستقبلون يعني مثل كان دوان مدرسة نحن عنا مركزين مدرسة الاستلحاء الدراسية اللي هي ببرش حمود من 8 لتنتين هي مدرسة متخصصة وعنا كوترة أكيد مع وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية هالأطفال هني عندهم صعوبات تعلمية أو كترة حركة أو بعض الاضطرابات السلوكية اللي بتمنعهم أنه يكونوا بمدارس عادية أو بمؤسسات يمكن للأطفال اللي عندهم أكتر خلي نقول احتياجات خاصة عقلية فنحن المدرسة الوحيدة المجانية بلبنان بكل صفي عنا 9 تلميز كان مع أكيب متعدد الاختصاصات من أخصائيين نفسيين حركيين والإدوكاتريس والمساعدة الاجتماعية وأخصائية نفسية وأخصائية النطق تيقدروا هالأطفال يقدروا يرجعوا يلتحوا ببيئة مدرسية عادية أو على القليل يقدروا يرجعوا يكفوا بيعملوا شيء مهني عمل مهني والقسم الثاني اللي هو بيسن الفيل يلي بيستقبل أطفال بعد المدرسة منقدم لهم وجبة غزائية مجانية وبيتم مساعدتهم بالدروس تابعهم وبينعمل أنشطة ترفيهية وحيمائية أنشطة دعم نفسي اجتماعية لنساعدهم يقدروا يحموا حالهم أكيد فيه متابعة على الأطفال والعائلات لأنه كلهم جايين من بيئة في عائلات عندهم صعوبات ومشاكل اجتماعية بتأثر على نمو الولد يعني قديش أصلا صعب الوضع اللي أنتو فيه يعني هو الولد اللي ما عنده صعوبات وقديش بده متابعة كيف الأولاد يلي بدهم متابعة خاصة وهالوضع يلي فجأة نفرض علينا وصرنا عايشين فيه وبعرف يعني عرفنا كمان أنه حضرتكن بالمركز فيه عندكن كمان أشخاص نازحين عم بيناموا بقلب المركز وهالأطفال كمان يعني من مال من فينا نقول الناس حين ومن مال هالأطفال يلي بدهم متابعة بدهم حماية من نفسهم يمكن كيف عم تقدروا تنسقوا بين هيدا الشيء بين هالأمرين للأسف فيه كتير صعوبة وتحديات عم نوجيها يوميا لارا يعني نحن بالمدرسة يلي ببرج حمود أكيد هلأ مستقبلة حوالة 250 شخص من العائلات موجودين من ثلاثة أسابيع وحاليا أكيد نحن بالعرفة كجمعية إنسانيا ما فينا نكون أكيدة إلا ما عم نكون عم نأمن لهم احتياجات الخاصة بالتعاون مع بقية الجمعيات والمدادرات الفردية فواجبتنا نكون عم أكيد نوقف حدهم وبذات الوقت عم غير الحاجات الأساسية والإشياء اللي بتتعلق بالصحة والمتابعة وكل هول التفاصيل كمان خصصنا ضمن نحن الخبرة تابعنا دعم نفسي اجتماعي للأطفال إسعافات نفسية أولية لأنه ما ننسى أنه هالأطفال وهالعائلات جايين من أماكن كانوا تحت العدوان يمكن بيوتهم راحة يمكن فيه مشاكل كتير عم تعترضهم فواجبتنا نحن نكون حدهم بذات الوقت مثل ما ذكرته عنا ولادنا يلي أساسا نحن نستقبلهم بيقى المدرسة بيقى الجمعية يلي هن عندهم مشاكلهم وإلهم فترة من شهرين منهم عم يتابعون نتيجة الظروف يلي نحن عم نعيشها إن كان الحرب إن كان ما عم نقدر نكون عم نوصل لإلهم حاليا عم نشتغل مع الاثنين ولكن نحن بحاجة إنه نكون عم نستقبلهم بيقى المدرسة لأن بحاجة يرجعوا على روتين حياتهم بالإضافة إنه حتى ببيوتهم سكنين المنطة يعني عم بحكي سنة الفيل برج حمود النبعة دكويني حتى عندهم من عائلاتهم ناس حين موجودين بزيت الغرفة وده واحدة فيه عشرين شخص أوقات موجودين عم يتواجدوا وعندهم صعوبات إنه يكونوا عم بيأمنوا الحاجات الأساسية لإلهم زيدة مشاكلهم هنه زيدة تعرضهم للعنف زيدة الاضطرابات يلي عندهم إياها كترة الحركة والأداء فيه اكتزاز سكاني هيدا الشيء رح يزيد أكتر من الاضطرابات والسلوكيات الصعبة لدى الأطفال فنحن عم نقصر للأسف ما منقدر نكون عم نكفب بهالطريقة لأن عم نقصر تيشيهم لأن بحاشي لمتابعة متخصصة فردية يومية سعيد هذا اللي بدأسها لكيه هلأ يعني إن كان إذا بنا نحكي كأشخاص يعني معالجين نفسيين أطبة وكل شيء يعني قداش بده يزيد البرسونال يعني عدد الأشخاص ويمكن مش دائما بيقدر يتأمن يعني ما فينا نقول مثلا بدنا طبيب هلأ دغري يحضر الطبيب وقدياش كمان الدعم المادة يعني كمان هو كتير مهم يعني قبل الناس سنين عايشين بأزمة وكمان مش كل الجمعيات يعني عم يجيها الدعم المادة اللازم بقى كيف عم تقدروا هلأ قبل ما نحكي عن بعدين كيف عم تقدروا هلأ هيك إذا بنا نقول بالمينموم تضلوا وقفين حدوا وقفين حدوا وقفين حد حالكم كمان يعني عم نحكي عن قسمان هلأ بخلال الأزمة الحرب أكيد في الجمعيات نحن لجنة تنسيق منطقة سن الفيل برش حمود يلي بتضم كافة الجمعيات العاملة ضمن المنطقة مع البلديتين سن الفيل وبرش حمود للحقيقة فيه تضافر بالجهود وتنسيق بالعمل يلي نحن عم نقدمه حتى المساعدات مع وزارة الشؤون الاجتماعية يلي هي الفوكل بوينت طبع المنطقة وبيتم التنسيق فيه جمعيات عم بتكون عم بتقدم لا عم بحكي للنازحين مساعدات عينية من مختلف عم بحكي الاحتياجات وكل شي خاصه بالتدخل المتخصص والنفسي الدعم النفسي الاجتماعي نحن عم نكون عم نقدمه كأفل لحت هلأ عم بحكي كمساعدات من قبل الدولة بعد ما اجينا اي مساعدة للمركز عم بحكي من ناحية الحاجات الأساسية اللي هنا ممكن يكونوا بحاجة لقلق هكي هون اسمحي لي بدي هيك اسألك يعني عم نظل نشوف على هالتليفزيون الدول كتيرة ومشكورة دايما بتركض بتوقف حد لبنان وبتساعده عم نقرأ ونشوف بالملايين اطنان المساعدات وبالسوشال ميديا اذا منتابع السوشال ميديا منشوف كتير اشخاص على الارض عم بيركدوا ويستنجدوا بدنا حرام بدنا لقمة بدنا دوا طب هالمساعدات كلها انه دولتنا للأسف وين عم تخدها كلها اذا كل اكترية الجامعيات يلي بنعرفهم او الافراد يلي عم بيوقفوا حد غيرهم ما حدا منهم عم بيتقدملهم هيدا المساعدة يعني دايما دايما فيه هيدا السؤال بلبنان للأسف للأسف ما بعرف اذا هالمساعدات بلشوا او بدوا بانه يكونوا عم بيوزعوها ولكن حاليا لحد هلأ عم بحكي كأفال خلينا احكي عن الجامعية اللي انا بيهتم فيها ما وصل شي من قبل الدولة اكيد فيه تنسيق مع القائمة مقامية تبع المنطقة ومشكورين على الدعم نحنا منقدم خلينا نقول تقرير دوري ولكن لحد هلأ من قبل عم بحكي قبل دولة كمساعدات ما وصل شي كان كلها مبادرات فردية اما نا مين توجهته اذا فينا نقول يعني مين بالدولة توجهته ومسلا ما شفته البيب مسكر لا نحنا لحد هلأ ما طلبنا لانه كنا عم نعرف ويزارة الشؤونة على علم بكل الاحتياجات وعم تبذل كل جهده مشكورين وهنا عم بيناس ققل لكن المبادرات يلي عادة المجتمع المدني انا رفاقة الحروبة كلها فعادة المجتمع المدني هو اللي عم بيكون الصباق وعم يخد الدور بمحل معين دور الدولة يمكن هيدا الشي غلط ما بعرف نحنا الاحتياجات من فرش من حرامات من شراشف من موات تنظيف من حتى مساعدات غزائية كلنا عم نقمنها صحيح بما انه زكارتية رح هيك شدد علي يمكن هو سيف زو حدان يمكن الدولة للأسف لأنصاري تشايفة ومتل ما بيقولوا هيك راخية إداية انه كل ما بيصير في مصيبة بتشوفها اللبنانية بيرقدوا بيوقفوا حد بعضهم فيه شي لإيدة ما كأنه هي مسؤولة عن الشعب اللبناني يعني قديش هو سيف زو حدان شغل الجمعيات شغل الأفراد يعني مبادرات الفردية يعني شو معقول هون يعني كيف بده هزة هالدولة لتعرف انه لا انه انت حضرتك عنديك دور يعني ما فيك تحط التقل كله على الشعب للأسف وللأسف وبذات الوقت منيحي اللي فيه جمعيات ومجتمع مدني ومبادرات فردية لأنه بتخيل لو ما كنا قطعنا كل هالزروف والمحن اللي نحنا قطعنا فيها لولا وجود هالأشخاص وجود اللبنانية بيوقفتن حد بعضهم بغض النظر عم بيحكي وجود الدولة وانما وجودة ولكن لو ما فيها المبادرات صدقينة كان الوضع أسوأ من هيك بكتير يعني ما فينا نكون عنا بس هيدا الاتكال عليهم لأنه نحنا منعرف بأي وضع ما بعرف إذا يعني عيشوين عيشين ومنعرف بأي تفاصيل خلينا نوصل قبل لوقف إطلاق نار قبل ما نحكي نكون عم نأمن الاحتياجات لأنه كل يوم عم نشهد نزوح أكتر وأكتر وهيدا الشي عم بيزيد العبق الاجتماعي الاقتصادي اللي كلنا عم نعينيه على صعيد كل الأراضي اللبنانية مش بس بمنطقة معينة أكيد صحيح مدام أمال يعني مثل ما كلنا شايفين وحسب ما شايفين يعني مش معروف لوين واصلين ولا معروف أي متى النهاية كيف أنتوا هيكي حطين تصور أو خطة طوارئ أو خطة عمل يعني كيف رح تقدروا تكملوا كمان يعني أنه أصلا العبء كبير وخاصة أنتوا كمان لأنه عندكم وضع خاص يعني ما بدنا يعني من نركز على الأطفال على الأطفال يعني أنه هولي شو زنبهم كمان يروحوا هيكي بحروب الكبار بمشاكل الكبار يعني يعني قديش العبء كبير عليكم بقى كيف حطين تصور يعني لا شو بقولوا لا محدود إذا كمل الوضع هيك إن شاء الله يارب ما بيكمل العبء كتير كبير بس فينا بس احكي شوية عن بعض الأشخاص اللي أوقات بيجيبوا سيرة الجمعيات وبيقولوا الجمعيات بيتناولونا عبر وسائل الإعلام جمعيات عم بتطلع مصاري وفيه جمعيات فرخة جديد وكل هول المواضيع عم بحكي فيه جمعيات بينوسق فيها فيه جمعيات إلا من سنين يعني عم بحكيكي من الستة وسبعين لهلأ مكفيين أكيدة نحنا عم نطلب دعم ومساعدات من كل الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعية وعبركن أنتو تنقدر نكفي عملنا يلي هو مع الأطفال 225 عائلة أساسا عنا موجودين قبل تنقدر كمان نأمن لهم الاحتياجات تبعهم ما نحنا موجودين أساسا بنظام صحي واقتصادي واجتماعي منهار فيه مين بده يكون عم بيأمن لهم الاحتياجات تبعهم لأنه كل المساعدات حاليا عم تجي عم بيحكي للنسحين وأكيد هيدا فيه شكر لهيدا الموضوع ولكن نحنا عنا اتنين أنا هلأ حاليا عندي شي طارق أنه أقدر كون عم بدبر محل الأشخاص الموجودين داخل المدرسة اللي هن 250 شخص يكونوا عم دبرلهم محل تاني أكيد أمن ما رح نترك أهلنا على الطرقات بس بذات الوقت نكون عم نقدر نفتح المدرسة اللي هي هالولاد إذا ما كانوا موجودين بالمدرسة معرضين للانحراف هن معرضين لا يكونوا عم يتعرضوا لا إساءة لا تحرش كل هالتفاصيل وشغلنا أكيد نحنا داخل المدرسة عم نعمله لأنه كمان نحنا عنا دور مع الأطفال نكون عم نساعدهم يعبروا صدقين في أطفال أكيد عم بيعينوا داخل نتيجة الحرب والعدوان اللي يتعرضوا له وعندهم صعوبات كتير فكمان نحنا موقفنا هون يعني مش أنهم عم نقوم بدور نتيجيهم فكنا كتير عم نقدم الدعم النفسي حتى للنساء اللي بيحبوا يعبروا عن وجعهم بيحبوا أنهم يبكوا لأنه أوقات كتير عدم التعبير بيؤدي لمشاكل أخرى مش ضروري عطول نقول أنه نحنا بلا مستعدين ننكفى ومستعدين نمشي بالمسيرة تبعنا لا في ناس تعبت وفي ناس بحاجة أن نتعبر عن الوجع فنحنا كنا مستعدين نكون عم نسمعهم يعني عم نجرب حتى الأخصائية النفسية عم تعمل مجموعات مع النساء ومع الأطفال وكل فريق العمل يمكن شفناهم من خلال الصور أو الفيديو زي اللي قطعوا قداء عم بيكون العمل كتير كبير وقداء الحاجات كتير كبيرة وقداء التحديات كتير كبيرة وقداء نحنا بحاجة لمساعدة كل شخص إن كان من العينية إن كان من ناحية المساعدات المدية نقدر نكفي عملنا يلي أساسا نحنا تأسست الجمعية كرميله وهدفه هو حماية الأطفال ونقدر كمان نكون عم تساعد أهلنا أكيد هون مدى عمل كتا عم تحكي وأكيد أنا يعني بعرف قديش حضرتك ناشطة وقديش يعني مثل ما بيقولوا وقتها تحط الشغل براسك وبتحقيقية وأكيد يعني عم تفتش على بديل لهالأشخاص لأنه أنت مش عم تفتش لهم على بديل لأنه ما بديك يهون يكونوا بالمركز بس لأنه كمان مثل ما بيقولوا المشاكل اللي أراضي عندكم إياها رح يخلقوا مشاكل أكتر للأسف هل عم تلاقي أذين صاغية هل في حدا عم بيرد عم بيرد عليك لأنه كمان بتصور كل مطالة الشغلة كل ما هالشي كمان يعني المشكلة رح تتفاقم المصاعب رح تتفاقم يمكن يوصل لوقت لسماح الله يقول لواحد أنه بتوصل لحات مسدود هل عم تلاقي هيك أذين صاغية حدا عم بيتجاوب معكن مشكلة أنه الحات مسدود يعني توصلنا مع كل الجهات أنه نجرب نكون عم نأمن مكان بديل ولكن كل المكان الأمكان عم بيحكي كل المدارس هي مليانة وكل يوم عم بيزيد هيدا العدد فما عم يتلاقى أماكن بعدها خالية داخل المنطقة أكيد عنا تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وعديننا خير بمحل معين أنه نكون عم نلاقي بديل لأنه كمينا بهمهم نكون عم نستقبل الأطفال عندهم صعوبات تعلمية لحد هلأ بعدنا ناطرين نتمنى أنه ما يطول هيدا الأمر كتير أكيد نحنا بهمنا يكون في بديل آمن وإلا نحنا بعدنا أكيد الطرقات هيدا مش هيدا الهدف طبعنا ومش الهدف أنه نكون يعني هولي عين وهولي عين يعني نحنا تعرف ناشطين بالعمل الإنساني والاجتماعي ما فيهم ما يكونوا عم يلعبوا دورهم على جميع الأصعيدة ولكن هون نحنا قاعدين بتحدي كثير كبير ما عم نعرف نطلع منه يعني أرشيب المسؤولين إذا في أي أماكن شاغرة تقدر تكون عم تستقبل تنقدر نحنا نكون عم نكفي عملنا إن كان من ناحية الدراسة من ناحية المتابعة الاجتماعية النفسية وأكيد نحنا رح تكون إلنا دور بمساعدة الأشخاص عم بحكي الموجودين داخل المدارس حسب قدرتنا بعد ما نكون استقبلنا الأطفال وطبعنا بمتابعة العائلات وشفنا شهيدنا حاجاتهم الحالية لأنه ما حدا عم بيرد على حاجات الأشخاص يلي موجودين داخل المنازل يلي أساسا عندهم حاجات كتير وعندهم مشاكل كتير اقتصادية واجتماعية وصحية فعم بتصب كل الحاجات بالكيد الحاجات الطارقة فنحنا فيه قسم كتير كبير هو مهمل للأسف يعني أكيد وضع لا تحصدوا عليه لأنه مثل ما قلت يعني كمان الأطفال يلي عندهم حاجات خاصة كمان هول إذا فينا نقول ممنوع يتقرب عليهم لأنهم هول بالنهاية كمان هن مستقبل لبنان يعني ما فينا كمان نغمي دعيوننا عنهم وعلى أمل أنه هالحيط يبطل مسدود وأنا بعرف يعني وأكيد أنه بعزيمتيك وبقدر تربنا أكيد لازم يتلاقي حل السيدة أمل فرحات بسيل المديرة التنفيذية لجمعية دار الطفل اللبناني أفل أنا بدي أشكريك بدي أشكر حضوريك ويعطيكم ألف عافية لإليك ولكل الأشخاص اللي معيك وإذا في كلمة أخيرة هيك بتحبي بتحبي توجيها لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا إن كان بلبنان أو خارج لبنان شكرا لإليك لارة وبعرف أنت غير دوري كون أنت كمان ناشطة اجتماعية ودعمة لكتير من المبادارات الإنسانية بدي أول شي أشكر كل الأشخاص اللي يساعدونا ويلي عم يدعمونا وكل الجمعيات وبتمنى من كل البقية كن كان كن جمعيات ولا أشخاص موجودين داخل خارج لبنان يكونوا عم يدعمونا إن كان نحنا وإن كان غيرنا حسب نحنا بالنهاية المهم توصل المساعدة وتأكدوا بليز إنه مش كل الجمعيات وقتبين حكا إنه ما تعطوا المساعدات للإنجي أوز هيدا الشي نحنا موجودين من أكتر من أربعين سنة على الأرض ونحنا عم نقدم يعني قدمنا يمكن حياتنا خلال كل هالسنوات وخلال كل هالحروب تنكون عم نساعد وولاد هلأ وصلوا بمحل قدروا يكونوا عم يستقلوا ويكونوا ناشحين بالمجتمع عم يعملوا دونيشن لألنا وبشكر الجميع وبشكركم لألكم مريم كيبي شكرا لك عن جديد وتمنى أكيد رسالتيك توصل ومشاهدينا نحنا بعدنا مكمل ببرنامجنا الصباحي مدفلوا وخليكن معنا